بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية بجمعة الملك خالد أهلا ومرحبا بكم في قورس السويل ميكانيكس المقرر على المستوى السابع من قسم الهندسة المدنية إن شاء الله النهاردة أنتكلم في شابتر 5 اللي هو الشير سترينس أوف سويل أو مقاومة القص للطربة وعايزين في أول جزء أو الجزء الأولاني concept of strength of soil أو مفهوم مقاومة التربة بنقول يعني إيه؟ يعني أنا عندي التربة هيت عليها إجهات كده وعليها إجهات كده فالطربة دي ممكن يعني تنهار كده ممكن تنهار كده أي بقى direction براحتها يعني دي نقطة مهمة يعني ما بعمل أضغط كده وضغط كده ممكن المية نفسها إيه؟ تتغير لما الإجهدات دي خلي بالك بقى من النقطة دي لما الإجهدات يعني عملا زود عملا زود وما فيش حاجة بتحصل لأ في حد معين هيحصل لها certain strain failure of soil occurs التربة دي هتبتدي تنهار نتيجة الإجهدات دي this failure is usually characterized by movement of effective soil mass by sleep along a certain plan which is called shear plan يعني إيه؟ خلاص بقى وصلنا للمرحلة أن التربة دي تزحلقت من هنا لهنا البلان ده بيسموه shear plan بتاع مين؟ الإيه؟ الصويل طبعا الصويل دي مبدئيا هي friction material يعني إيه friction material يعني الطربة بتاعتي ما هي إلا طربة خشنة فبالتالي الطربة الخشنة دي strength بتاحها بيعتمد على applied stresses يعني إيه؟ يعني كل ما أنا هزود كل ما هيحصل إيه؟ كل ما هيزيد shear strength بتاحها يبقى strength controlled by effective stresses طب الwater pressure برضك مطلوب soil strength depends على حسب drainage هل المية أنا سمحت إن هي on drain يعني إيه on drain يعني ما سمحتش إن هي تخرج المية ولا حصل لها إيه؟ drain دي نقطة مهمة جدا لازم أعرف المية حالتها إيه فعندنا more column criteria بتقول إيه؟ أنا عندي normal هنا ده نورمال وده كده اسمه الشير فالمعادلة أو الشير strength بتاع السويل limiting shear strength بتاع السويل عبارة عن إيه؟ إن الشير strength بتاع السويل أو مقاومة الطربة بتجيلها من two parameters حاجة اسمها السي اللي هي الcohesion اللي هو الappearant cohesion مثلا والفايل اللي هي الangle of internal mean friction أو زوية الاحتكاك الداخلي يعني إنت مبدئيا ممكن تربة ما يبقاش خشنة تبقى تربة نعمة في الحالة دي تخلي بالك لو عملت علاقة ما بين السيجما وما بين التاو هتلاقي العلاقة دي تسبتة القيمة المقاومة دي ملاش علاقة بسيجما خالص عبارة عن السي بتاعت السويل أو التماسك بتاع التربة وممكن تلاقي تربة خشنة صافي مفاش نعمة خالص مفاش تماسك فبقت في الحالة دي الزاوية دي تسميها phi أما مبدئيا الحالة العامة إنه يبقى فيها مين اللي اتنين زي ما أنت شايف يعني ليها سي وليها مين phi يبقى الشير برامتر بتاع السويل ما هم إلا الcohesion أو التماسك بتاع التربة friction